اشتركوا في القناة الله يكرمك حبيبي وكمان بنرحب أستاذة منال محمود موزيعية الإشارة اللي بتشاركنا دايما في الفقرة الدينية مع دكتور سالم النهاردة حنستكمل حنبتدي بالآية 180 من صورة البقرة إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين هنقولها تاني كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين صدق الله العظيم كتب عليكم باستعملها دايما القرآن في الفريضة زي كتب عليكم الصيام بالمناسبة دي احنا بعد آيتين ثلاثة وجاز نكون الحلقة دي هنخش في آيات الصيام بقدر ربي حلو قوي والحلقة بتاعت بكرة إن شاء الله هتبقى كلها في آيات الصيام كأن ربنا عز جل أراد إن احنا والأسبوع الجاي برضه قبل رمضان هنتكلم في آيات الصيام جاي كده بتركيب ربنا بهذا النصب مش مقصودة مننا ولا حاجة جاي بقدر ربنا سبحانه وتعالي فكتب زي كتب عليكم الصيام كتب عليكم الكصاص كتب معناها فرد طب إيه اللي كتب علينا إذا حضر أحدكم الموته هو من اللي بيحضر الإنسان بروح للموت ولا الموت اللي بيجيله الموت بيجيله الموت بيجيله عشان كده تلاحظ إن أحدكم الدال مفتوحة عشان ما فعل به مقدم الموته فاعل مؤخر يعني كأنه بيقول للمؤمنين إذا جاءكم الموته الله طب هو نعرف إما يجيل الموته صرف في مؤشرات كأن يكون الإنسان مريضا مرضا شديدا ويشعر بأن أجله قدن فيبتد يكتب وصيته قد يكون إنسانه مسافرا فيدرك إن السفر مظنة الهلكة فيكتب وصيته قد يكون الإنسان داخل في معركة شاب من شبابنا النهاردة مجند ولا قائد ولا بأي صفة أيا كان رايح معسكر وعارف كويس أو أنه بيحارب يعني جبهة للأسف داخلية من الإرهاب أو خارجية أو من غيره خايف والآن فيقوم يكتب وصيته فالمعنى إذن كتب عليكم إذا حضر أحدكم من موت أي إذا شعر وغلب على ظنه إن الموت جاي له مصد لكلنا بلا سنة الموت جايلا هو في حد مش جايله الموت دي الحقيقة الوحيدة طبعا طبعا فيش كلام إنما في حالات بيبقى الإنسان غالب على ظنه لا الموت جاي الموت جاي لمرض شديد يائس الأطباء من علاجه لا قدر الله ربنا عافينا بعض المرض الخطيرة اللي علاجتها يا إما منعدمة يا إما ندرة طبعا كلب توفيق ربنا يا إما يكون إنسان داخل معركة إنسان مسافر سفر فيه خوف وألأ فيقوم يقول له اكتب وصيتك انترك خيرا إذا كان عنده كلمة خيرا هنا مال عندك مال اكتب وصي تقول لي الله وهو أنا النهاردة هوصي بمالي لي هو مش ربنا فرض علينا الميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى أخير في صوت النساء هو قل لك هذه الآية وما بعدها وما بعدها في الوصية نزلت قبل أن يفرض الميراث قبل ما كان يبقى فيه ميراث فكانت الشريعة الإسلامية بتقول لي يا مسلم مفروض عليك أنك تكتب الوصية هل ما يزال مفروض علي أنكتب وصيتي ولا خلاص مدام فيه ميراث ما عادش فيه حاجة الحقيقة كتبت الوصية مش بس عشان الميراث يا شريف فيه وصية بتكتب عشان الميراث وفيه وصية بتكتب عشان الديون والمتعلقات هب إننا أخويا مثلا أعطاني مبلغ من المال وقال ده بينه وبينك مش عرف أولادي ولا هعرف ميراتي ولا أنت أتعرف حد وخلي بينه وبينك كده مش أنا من الأمانة الأمانة علي تقتاضي إن نكتب ورقة وحطها في شنطتي ولا حطها في المكان اللي بقى حب أحفظ في الأوراق وقل أخويا له كذا عندي مش دي الأمانة طيب طيب إفرد أنا بقى اديت المبلغ ده لأخويا ومش عايزه هذا المولتان هو يقول لي بقى هو يقول لي بالله المبلغ ده يا سلم لك هدية لو متشاكين يا أخويا واتكلم لو غلصت أو صديق أو غيره الإنسان قد يكون داخل في شراكة مع شخص ما ومش عايز يقول مثلا يعني بس عايز الحقوق تحفظ فيقوم يكتب الوصية لما بعد الايه لما بعد الموت لكن ماذا لو ما فيش متعلقات يعني واحد ما لهوش لا في تجارة ولا في غيره وماشي مصطور اللي جاي ورايح وكله ماشي وخلاص والأمور ماشية وما عندوش لا ديون ولا لي حقوق عند حد فالوصية بين البرو بقت مندوبة مندوبة يعني سنة يعني لو عملها يبقى أحسن يقول والله أنا مليش حاجة عند حد أنا ما فيش حد لي حاجة عند عشان يريح أهله عشان يريح أهله ما عدوش يدوروا يلفوا وحد ييجي بعد كده يقولهم ده فيه وما فيش أو على الأقل يوصيهم بالمعروف وبالطاعة زي سيدنا إبراهيم الأصل فيها سيدنا إبراهيم لما خدناها زمان ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب وصى يعني جمع أبناء وقال لهم تعالوا هنا أنا بوصيكم كذا وكذا وكذا بوصيكم بتكوى ربنا بوصيكم بنكتب إخوات حلوين ما تختلفوش على مراث ما تختلفوش على دنيا ملهاش لازم كله بيروح إلى أخو يعني الوصية برضو ممكن تبقى حاجات معنوية طبعا طبعا بس في الآية دي الوصية هنا بالتحديد في الأشياء المادية وده معنى قوله إن ترك خيرا أي ترك مالا طب يعمل إيه يوصي لمين؟ للوالدان والأقربين بالمعروف طب دلوقتي صار الوالدان وصار الأقربون بدرجات متفوتة بيارثوا يبقى لا وصية لوارث معاعدش ينفع وصي المين؟ لوارث ليه؟ ما خلاص يعني أنا الوقت من يجيش أقول ابني يبقى ياخد كذا تم ابنه ياخد بالمراث زي إخواته من فاشا يقول مراتي تبقى تاخد كذا تم مهي مراتي أساس ربنا ادي لها حق في المراث يبقى ما فيش وصية لمين؟ لمن سيارث إنما أقدر أعمل وصية لغير الوارث أقدر أعمل وصية لمين؟ لغير الوارث يعني إيه؟ يعني أقدر أقول والله ابني أخوي ولا ابني أختي ومش يورس فيه عشان عندي ولاد أقدر أقول ابن أخوي وابن أختي ياخد كذا أقدر أقول للغريب ياخد كذا أقدر أقول بشكل عام جزء من مالي يروح صدقة لفقراء والمساكين يعني أنا دلوقتي لو حد حيورسني ده ما ينفعش ما توصلوش إلا هياخدوا الكفاية خلاص ده ناصب ربنا حطوه لو أنا عايز أحط حاجة زيادة ما ينفعش ممكن تحط الحاجة الزيادة دي لكن عند التنفيذ يشترط إذن الورثة باقي الورثة لازم يوافق؟ أيوة حتى لو أنك كتبها؟ حتى لو أنت كتبها نحن نتكلم على شرع ولا قانون شرع أنا عايز شرع قانون لو أنت كاتب مسجل وكتب الأوراق سليمة هياخد وخلاص لا أنا عايز شرع لو بنتكلم في الشرع الأصله اللاطصية لوارث اللاطصية لوارث فإن أوصيت لوارث بعد الوفاة نرجع لباقي الورثة يا سادة يا باقي الإخوات يا أب يا أم الراجل ده وصل ابنه بحاجة زيادة موافقين موافقين قال والله موافقين ياخدها مش موافقين نرجع تاني للأصل تمام؟ في عند شرط تاني أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث بمعنى سيدنا سعد أدرك أنه هيموت وكان تعبان فقال لسيدنا النبي أنا ما عندش غير بنتي واحدة وهي اللي هتورثني ويبدو أن ما كانش لسه فيه توزيع للمراث قد نزل يعني بشكل كبير أو بشكل واضح فأنا هوصي بكل مالي قال له لا قال له إذن هوصي بالتلتين سيدنا برافض هيوصي لعنى الفقراء والمساكين والغلابة وبيت مدى المسلمين قال له لا قال له إذن بالنصف قال لا قال إذن بالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كبير أو كثير العلة إيه قال له لأنتظر ورثتك أغنياء خيرا من أنتظرهم عالة فقراء يتكففون الناس يعني سيبوا أولادكم مستورين أحسن ما تسيبوهم فؤر غلابة يروح لشحاته من الناس فمش عايز حد يقول أنا هوصي بكل مالي زي ما بيحصل في الغربة كده ولا كنا أوقفت كل مالي لله لا يا سيد عايز توقف ملك أقف منه الثلث طيب معالش لو حد بقى غني جدا برضو التلت كله محن وولاده مستورين جدا فهو عين يكيب للفؤر الثلث الوصية تكون في التلت زارت عن التلت هارجع للقعدة الأولى بإذن الورثة يبقى إذن الورثة بحتاجه في أحد حالتين الحالة الأولى أن تكون الوصية لوارث الحالة التانية أن تزيد الوصية عن مقدار الثلث أرجع لبقى الورثة وإلا ما وفقوش يخض حقهم ويخض حظهم كده عدل كده بقى القعدة طبعا طبعا أحسنت أحسنت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت انترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف بالمعروف يعني إذا ما احنا اتفقنا كده بالعدل ما تبقاش فيها حيف وظلم إلى آخر حقا على المتقين في عندي لفظين في القرآن هيجوا معانا صوت البكر في عندي حقا على المتقين وعندي حقا على المحسنين لما يقول حقا على المتقين بقت واجبة لما يقول حقا على المحسنين تبقى نافلة يعني إما تيجي مثلا آية زي اللي معانا حقا على المتقين يبقى لازم وده كان قبل إيه قبل الميراث كبلا لما هيقول لي في آيات الطلاق حقا على المحسنين يبقى ده زيادة زيادة لأنه إحسان فضل إنما تقوى ده ويجب وفرض طيب أنا بقى وصيت يا سيدي وبعدين ما كانش زمان حضرتك في شهر عقاري عشان أسجل وصية بتاعته وتتنفذ بالقانون كان زمان أقابل الشريف أقول له والله أنا حاس أنه هتعب وهموت وبتاع فهوصع لك بعيالي بأعمل كت وكت 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 وما لي أعمل فيه كذا وكذا 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 بالبؤ وباللسان وبالكلمة وكبة تخلص وخلاص طبعا عشان في أمانة الكرآن هنا بقى في الآية اللي بعدها بيتوعد من يبدل هذه الوصية ويخالف ضميره ويخالف أمانته فبيقول إيه تشوف الأميوح والثمانين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم نقولها ثاني فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم صدق الله العظيم أنا وصيد قبل ما موت وما كبت في شهر عكاري ولا حاجة وصيت جاري وصيت أخي وصيتك أنت أو تلك والله يبقى أعمل كذا وكذا وكذا وحددت لك واللي حددته ده شارعي ما زادش عن التلت ما هواش لوارث ولا لغيره يبقى يجب أنك تنفزها بالإيه بالحارف بالحارف وزي ما اتفقنا يعني مبارح بس حد قابلني في المكتب عندي سيدة فبتقول لعمتها موصية بأن المال يوقف والرعب بتاعه يروح للفكرة والمساكين بس أنا روح بتقول لك بس أنا روح تجمعية ما عندهمش الحتة دي فقالوا لا هتوهلنا وخلصوا احنا نصرفه قلت لا لا ليه لأنها أمنتك على طريقة معينة الفقراء في الوصية وتوقف توقف يعني الأصل يبقى موجود ما نصرفوش يدني يستثمر في بانك أو غيره والريع هو اللي ايه يطلع اللي ينفق مني يبقى لازم ينفز الشرط إلا إذا استحال التنفيذ ودي معنى كلمة فمن بدله إلا هيبدل الوصية من عند نفسه من غير سبب شارعي مهي ممكن يكون التبديل لسبب إن مش ممكن ده المبلغ كله ألف ولا ألفين جنيه مين اللي هيخدهم وقف عشان الدولي عشر جنيه كل شهر ولا بتاع مش هتجيب حاجة فيبقى هنا التبديل واجب مفيش مشكلة أو وصى بحاجة غلط أو وصى بحاجة حرام طب سعيتها بقى هنبدل بقى بس مين اللي يقول الموصي الموصة الموصة أهل العلم يقول لهم والله آه هنبدل وهنعمل كذا لإنه إحنا عندنا قاعدة الوصية زي الواقف بالضبط شرط الواقف كنص الشارع مدام ما هوش في حاجة حرام يبقى لازم يتنفس نص الوصية لازم تتنفس ما لم يكن حراما ما لم يكن فيه ظلم الحد فمن بدله اللي بدل الوصية دي بعدما سمعه سمع من صاحب المال اللي بيواصم سمع وفهم وقدرك وعرف ويروح يبدله ويقول له بقى الاثم يقع عليه يعني أنه لطوله بقدر في كل المساكد راح ووده لحد تاني يبقى الاثم يقع على مين على اللي يبدل فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليهم طيب في حالة واحدة بقى هينفع يبدل فيه الموصي أو الذي وصه اللي وصه وصه بغلط وصه بحاجة غلط ما كانش يعرف وصه بحاجة ظلم فمن حق من أوصاه أن يبدل في الحالة دي تعالوا نشوف في الآية 182 بتقول لنا إيه برأي العلماء برضو طبعا برأي العلماء طبعا مش من نفسه وإلا هو إفرد وشاف أنه حلال أو حرام والعلماء قالوا لا ما هيش حرام فلازم يعرف الأول نشوف بقى الحالة في 182 فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم نقولها تاني فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يعني رجل وصه بأن ما له يذهب في حرام يقوم الراجل اللي تقبل وطلقى منه الوصية يغير ليه؟ عشان فيها إثم ليه أفاه ظلم من حقه يغير ليه أفاه حيف جور تعدي ما فيش فهم سواه مش فهم عدل فمن حقه أن يغير فمن خاف من موس جنفا أو إثما يعني حيف وميل وظلم وجور أو فيها معصي رايح يوص على كبريهات ولا على مش عارف إيه حاجة فيها منخضر فيها مثلا ففها حرام فمن حقه إيه؟ يغير في هذه الوصية وعبر عنها بلفظ فأصلح يعني أصلح في هذه الوصية وأصلح بين الموسيين لهم بالعدل إذا كان هناك ظلم أو حيف فلا إثما عليه إن الله غفور الرحيم وهنا تنتهي هذه الآت الثلاث في قضية الوصية ونخش بقدر ربنا زي ما قلت لحضرتك على آيات الصيام عندي استفسار ما عليك حكاية الوصية دي لو حد كان موسي بحاجة غلط هو عارف إن ده غلط تمام؟ وبعد كيه بعد ما توفى اللي هم أهله غيروا غيروا عشان حرام عشان حرام هيتعقب؟ طبعا معنامة نفذته وليكن لأنه ما تراجعش عنها في حياته هو لو تراجع عنها في حياته بأتاب ورجع إنما ده لما مات إحنا اللي غيرنا اللي أوصاه هو اللي غير فاللي أوصاه يجب عليه إنه يغير عشان ما مش حاجة إيه؟ وليبقى مشارك معاه لكن من مات خلاص هو مات على معصية إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى والله هو غفوره الرحيم تعباني شوف أياتي الصيام وأنا سعيد الحق جدا يعني فرحان بتوفيق ربنا إنها تجي في التوقيت ده بدون ترتيب مننا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ نقولها ثاني يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صَرَكَ اللَّهُ الْعَظِيمُ أنا عندي هنا ثلاث حاجات الحاجة الأولى في تعبيره سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ يعني فرمد خلاص كما كتب على الذين من قبلكم ما قالش الكلام ده في الصلاة ليه ما قالش الكلام ده في الزكة ليه مش معنى الصيام اللي قال فيه كما كتب على الذين من قبلكم ليه ما فكرتش فيها نجي قبل خلينا بقى نعمل فكرنا شوية فيها هنلاقي الجواب في منتهى الإعجاز هل في حد كتب لك على الفيسبوك مثلا أو كتب لنا أو لغيرنا ربنا قاسي إن نفرض عليكم صلاة ولا زكاة ما حصلش لكن بيكتبوا كتير قوي على موضوع الصيام وتلاقي في الوقت ده بالذات وبالذات سبابنا اللي عايشين في الغرب بيبعثوا لنا كتير جدا يقول لك ده الزميلنا وصحابنا غير المسلمين ويقول لكم ده ربكم قاسي جدا إزاي يجب عليكم إنكم تصوموا في الحر وفي اليوم الطويل وما تكلوش وما تشربوش ده ديك أسوأ فكأن ربي هو من تولى الإجابة بنفسه كتب عليكم الصيام وكما كتب على إيه لأن ديانات الأخرى فيها طبعا طبعا كما كتب على الذين من قبلكم فيا شبابنا اللي يقول لكم إنتوا إزاي بتصوموا وربنا بيتعبكم وربنا بيعذبكم لهم إحنا بنصوم زي ما إنتوا كنتوا بتصوم لأ دي واحدة هو الصيام في تعذيب آه أحسنت سؤال رائع بحييك عليه للأسف يا شريف فرق بين هذه الكلمة والكلمة الصحيحة حرف واحد استبدل الأصل في الصيام أنه تهذيب يبقى احنا غيرنا العين بالهاء فالأصل في الصيام أنه إيه تهذيب لكن للأسف البعض ينظر إلى الصوم على أنه تعذيب بالعين ليه لأنه مش فاهم فلسفة الصيام والحكمة منه وما حاولش يعيشها ويطبقها أنا مش أتكلم هنا على صوم وتصحه وإلا فالبعض زي ما يعني تكلم كده بعض الصحفيين والكتاب أنه ممكن للبعض يمرض من الصيام أنا ما عنديش مشكلة إطلاق ومش دي العلة اللي هتخلينها أصوم أولاً أنت اللي هتمرض من الصوم ربنا أدك تصحه طبعاً ده عند الرخصة ده أي حد مريض أو هيتعب من الصوم اللي المتشكلين عندك البديل طبعاً عندك الرخصة هو ربنا أرحم الرحمين طبعاً اللهم مستعال هرجع أقول تاني نحن نصوم طاعة لله خلاص الطاعة لله دي ربنا قال لإن هي هتوصلك يا سالم ويا كل صائم صيام صحيح للتقوة يعني إيه التقوة المراكبة ربنا حيائي الضمير عارف الضمير الميت ده يا شريف هيحيا في الصيام هيحيا في رمضان لو صمنا صح هيحيا الضمير ومدام حيا الضمير انتهت ده ايه هو الصوم الصح الصوم الصح حبيبي أولاً أنا بصوم لأني أقيم روكنا من أركان هذا الدين نمرأ اتنين يصوموا فمي أي بطني عن شهوة الطعام ويصوم جسدي عن شهوة الفارق فما فيش لجماعة للزوجة وما فيش طبعاً بقى التحرش والنظر الغلط والسماع الغلط الصيام لو خدناه بالمعنى الصحيح ستصوم الأذن عن استماع ما هو منكر لغيبة ولا نميمة ولا خلافه الأنف عن شم ما هو محرم الفم طبعاً مش هيتلقى شيء محرم الجوارح إنها تبطش وإنها تسرق وإنها تنهب وكلام ده كله وإنها تعمل حاجة محرمة الرجل إنها تمشي لحاجة محرمة مش بس كده ده أنا هوصل في الصيام شريف لو أنت شتمتيني طبعاً أنا آسف ومش أنت يعني لو شتماني أحدهم مش هارض ده مش بس مش هارض ده أنا أقول له إني صائم ساعة مع شريف برعاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حان وقت الصلاة فتوضأ وتوجه بكلتك إلى الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا أبو حمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هيمسك في اخنائي وإن سبه أحد أو قاتله هيمسك في اخنائي ويرفع السلاح علي هقوله إني صائم شفت لهذه الدرجة شفت تهذيب لعندي فين تهذيب أو تعذيب بقى تهذيب طبعا إيه اللي خلت عذيب؟ هقولك أنا اللي خلت عذيب إيه؟ اللي خلت عذيب إن معظم من الشباب والجيل اللي صاعد ده هو شاف أبوه أمه بيصوم وقال له يا ابني لازم تصوم ومش فاهم هو إيه؟ ومش فاهم بيصوم ليه؟ ومش فاهم إيه الموضوع ولا ببله حتة المراكبة لربنا والتقوى لكلام ده كله أنا أذكر حد كان قاعد في اليابان ترات أربع سنين ولما رجع بيحكي لي فبيقول لي وأنا قاعد في اجتماع وعرضوا علي أشرب والكلام ده كله لا أنا صايم وبيحتمل القيم جدا في الغرب بيحتمل القيم للغاية فالمهم أحد زملائه ما كانش عنده دين خالص ياباني ما لوجد دين فقل له أنا شايفك متعذب قوي وإحنا عندنا هنا في قاعة الاجتماعات فيها نور عالي وبتاع فربنا هيشوفك لو أنت شربت فعلا القدى اللي جوة دي ادخل ومتولعش النور ورى الباب ما هو ده فكره ده ثقافة الملحد ورى الباب على اليمين هتلاقي تلاج افتحها وهتلاقي المية الساعة اشرب وتعالم حتى شوفك هو ده ثقافته ده ملحد ده ثقافته الرجل المسلم قال له إيه قال له نحن نؤمن بإله يرانا في الظلمة كما يرانا في النور يرانا في الخفاء كما يرانا في العالم ده بيرانا بوانا أصلا حسن ما هو مش هيدرب ده قوي فبيقوله على المعنوي بيقول لي أنا قلت له ده تنرده إيه ما حكلش حقيقة بس أنا بتكلم على موقف المسلم فالمسلم يفهم ده يدرك المعنى ده تخيل حبيبي أنا النهضة وأشربش وأنا عفل بيت لوحدي ولا في مكتب لوحدي والتلاجة فان ما يساء ما براشربش خوفا من الله طب إزاي أنا مش هشرب خوفا من الله وهسمح لنفسي أن أكذب ومش يخاف من ربنا يبقى الوازع اللي هيمنعني من الشرب هيمنعني الكذب الوازع اللي يمنعني من تناول الطعام هيمنعني من النظرة المحرمة الوازع اللي هيمنعني من أجامع زوجتي في نهار رمضان وهي حللية في العموم بس في رمضان محرمة في النهار إن روح أزني مش كده يبقى ده الصيام الحقيقي ولذلك ساعتها نقول رمضان ده دورة تدريبية بنخشها مرة في السنة زي كل عامل في الدول الراقية كده لما يروح ياخد دورة تدريبية شهر أو أقل أو أكثر لازم عشان يرتقي يركح يرتقي بمستوى فتحس إنه هو بعد الدورة مختلف إدارة فنيا إذا كان فني إلى آخره فيفترض فينا كمسلمين بندخل رمضان يا حبيبي علشان نخش دورة نهذب فيها السلوك والأخلاق نزكي فيها النفس والروح جايز بعدها شهرين ثلاثة كويسية لا مش شهرين ثلاثة ده أنت مطلوب لرمضان التاني من عارف إنت لو دهلت الدورة صح هتسلمك للدورة التاني حيبقى ده زي ما نقول كده يعني ستيلوف لايف بتاعه يعني أسلوب حياته طبعا حيبقى مهزب على طول شوف إحنا ده العبادات العبادات ربنا كاتبها لنا بنسك معجز في عندي عبادة عملها عمري عمري يعني إيه يعني ما بنحتاجش لك تمرة واحدة حاضرتك بتجيب السيارة جديدة بعد عشر اتناشر سنة بتحتاج عمرة ما بتمشي عمرة التانية هبقى خلاص الحج كده الحج عمرة للنفس والروح بيطلع بها الإنسان مش بس كما ورشته أمه إن صحفته بيضة مفيش فيها زنوب لا ده كأن أعضاءه جوارحه ضميره إنسانيته رجعت كأنها على الفطرة صحيح مش ملوثة بأي شيء فبيرجع تاني كل حاجة عنده قوية سلوكاً أخلاقاً عقيدةً إيماناً إلى آخره ده عمورية بنسميه مش بحتاج فيها أكثر من كده الإقدر يزود يزود لكن هي مرة في العمر كفية قوي الصيام مرة كل سنة إنت محتاج الدورة دي مرة كل سنة تنقف فيها أخلاقك سلوكك تعود نفسك فيها على المراكبة ترجع فيها مرة تاني لإقراءة الكرآن إلى آخره مش معناه أن دخلت الدورة دي اشتغلت فيها بجهد عشان بعد كده أرجع تاني لما كنت عليه من قبل لا عشان أنشط واشتهد عندي بقى الدورة اللي بدخلها مش دورة بقى ده ده اللي بسميحنا إيه يعني المطعم المفتوح اللي بقى أبنبو فيه على طول أدخلوا كل يوم خمس مرات خمس مرات الصلاة فالجسد محتاج ده والروح محتاج دي يوم ما هنأثر في الكلام ده أو ما نفهمش الكلام ده وتيبقى الصلاة أداء للحركات بدون وعي ويبقى الصيام مجرد هي قديني صمتة هوم حاش تكلمني بقى وينيجا عند الظهر ولا العاصر معاليش سامحوه أصله متخلق عشان الصيام بقى وبتاع لا لا وأنف لا ده أنا لا هتخلق في الصيام ولا غيره بالعكس ده أنا النهاردة متخلق في الصيام مش هتخلق ده أنا النهاردة مأثر في الصيام مش هأثر عشان أطلع من الصيام بعد كده مهذة بالنفس مهذة بالأخلاق وده معنى لعلكم تبتكون فلازم أفهم ده كويس أوي طيب نمرة ثلاثة أو أربعة بقى في هذا الموضوع لم يقل لي كتب عليكم الصيام كما يكتب على الذين من قبلكم أنا لا أدري من كان قبلنا كم يصوم وكيف يصوم وعن أي شيء يصوم مش بتاعتي لكن لكن اليقين عندي أنه كان يصوم فما يجي حد ودي بعيدها تاني وبكرارها يا شبابنا لما حد يقول لكم ده ربكم مشرحين أصلي كتب عليكم الصيام قولهم أنتوا كمان كتب عليكم الصيام الدين قيود الدين التزامات يا تقبل الدين بالتزامات وتقول سمعت وقطعت وإذا أسرت غصب عنك يا ربي سمحني يا إما تقول أنا مش متدين ده حاجة تانية بقى بس الكيود والالتزامات دي في مصلحة طبعا الروح والنفس العائل يقول ده يا شريف العائل العائل يقول أيوة القيود والالتزامات لصالحي أنا ما أنا مش هشرق خمرة فأصح ما أنا مش هزني فجسمها يصح وهبعد عن الأرف وغيره ما أنا مش هسرق وهيبقى رزق حلال وطيب وروح أسعى واشتغل ما أنا مش هرتشي وهيبقى كوي يعني طبيعي كل المحرمات وكل الأوامر هي لصالح الإنسان من أدرك هذا يفهمه نمرة 2 الصيام معناه الإمساك أصلا يعني صامة يعني أمسكة استلاحا أنا بأمسك عن شهوتي البطن والفارج من أداني الفجر إلى غروب الشمس وأداني المغرب ده الوقت الطبيعي بالنسبة لي هتقابلنا مشكلة مع أخواننا في الغرب وكويسي أنهم قولي كان دا من بدري عشان لو بيتابعوه آه عشان المغرب بيقدم آه عندك بعض البلدان بيوصل عدد الساعات فيها العشرين ساعة صحيح وربما أكثر طب دول يعملوا إيه دول قدامهم عدة احتمالات آه قولي بقى وهيبقى لك السابق في البرنامج ده نحن نوعنا عن الكلام ده الحقيقة يعني الاحتمال الأول وربنا يعينهم أنه يصوموا من الفجر لعند المغرب اللي يقدر على دا يبقى قطر خير وده الطبيعي خلاص الاحتمال التاني لا أنا هجرب أصوم الفجر لعند المغرب جيت ما قدرتش خلاص يبقى من حقي أفطر مدام ما قدرتش وتعبت وهيغم علي أفطر وأقضي من أيام أخر بس كل يوم هاعمل الكلام دي وما حاول كل يوم ايه أحاول عدد ما قدر يعني عدت عدت ما عدتش وما قدرتش هفطر وأقضي من أيام أخر خلاص شأنه شأن المريض شأن المجد شأن الأعمال الشقة إلى آخر الحل التالت أو الحل التالتة أن أاخد بفتوى بعض أهل العلم وأنا أمين لهذا الرأي أن احنا نقدر لليوم قدره يعني إيه نقدر لليوم قدره يعني أشوف أقرب بلد معتدلة بيصوم مثلا خمستاشر ستاشر ساعة وأصوم زيها أو أحسبها على مكة مكة مثلا مثلا بيصومه خمستاشر ساعة أقوم أبتدي الصيام بتاعها من الفجر ومش أستنى بقى للمغرب لما تمر علي الخمستاشر ساعة اللي بيصومه أهل مكة هافطر تقول ده لسه على المغرب ساعتين ده لسه العصر مدا ده لسه العصر هيدا أقول لك مفيش مشكلة أقدره له فاللي ياخد بأي الاحتمالات الثلاثة فعله صحيح أنا يعني شايف اللي هو التالت اللي هو يشوف مكة ما هي التالت هي التالت أنا في الحقيقة صحابي اللي عايشين بره بيصوموا ربنا يعينهم لأنهم بيعملوا إيه هناك بيخلصوا الشغل بدري بيصحوا بدري جدا بيروحوا الشغل وبيخلصوا بيبقوا في الثلاثة ونصف فربنا بيعينهم وتيمشي فبيروحوا بيناموا مفيش مشكلة بينام ربنا يعينهم بيقعد في الثلاثة بينام من كتر التعب ويصحى على المغرب أنا بخاطبش له أنا بخاطبش له ما بخاطبش الحد بلأ بستنفع أنه وينام طبعا طبعا أنا بخاطبش حد خلاص عائل وفاهم وبيحاول وربنا بيقدره وبيعينه أنا بخاطب ابني وكل الشباب اللي في سن أولادي اللي بقول لهم لو أنتوا في هذه الأماكن شباب صغيرين وربما تحت العشرين بس مكلفين وبروحهم مدارس ولا بينزروا مع أصحابهم في جامعاتهم ولا أخلافهم في صمر أو خلافهم فالذي زي دول ما طبعا ينزرهم صعب جدا فأنا ممكن علشان ابني بدلا ما يتنصل خالص ويفطر من وراء مني أو يطلق الصيام خالص أقوم أدله الثلاثة الاختيارات وخليه هو ليختار الاختيار الأول أنه يا رب يعيني وأحاول أصوم زي صحابك كده اللي في السن المعقول اللي قدروا خلاص ما عدت لكم ماشيين ربنا يعينهم وبيقدر يصوم لعند المغرب وبيحتل على كده بشوية نوم بشوية بتاع ربنا يعينه الاحتمال التاني أنه أبتدت يومي بصيام جيت على الظهر على العصر خلاص هيغم علي مش قادر فهفطر عشان ما هلكش وأقضي اليوم ده اللي أفطرته في يوم تاني يكون معتدل في الشتاء في خلافه الاحتمال التالت أنه أنا أشوف بلد زي مكة التوقيت في مكة كام ساعة لحد ما أخلص الساعة دي وأفطر عندها حتى لو قبل المغرب بشوية ده حل في عدل أسأله الله تعالى التوفيق وده اللي ممكن يعني أعتقد يبقى فيه سهولة لتنفيذ هذا والحديث بقية إن شاء الله إحنا كده قرسنا عندي الآية كي ما يزمنا عندي الآية هنخش على الآية 184 إن شاء الله بكرا إن شاء الله نستكمل بشكرك بني كلمك نورتني كالعادة شكر خلاص جدا لفضلت الشيخ دكتور سلم عبد الجليل ونشكر كمان أستاذة منال محمود على وجودهم معنا النهاردة وتفسير القرآن الكريم بطريقة سهلة الناس كلها تفهمها إلا ما تعالينا النهاردة من البداية عندنا إعادة 3 فجرا بتوقيت القاهرة إن شاء الله بكرا معنا في المطبخ داليا مطر نرى بعد كده فكرة مهمة جدا مع أستاذ دكتور عبد الحميد هاشم أستاذ ورئيس قسم الطب النفسي بطب القصر العين وحنا نتكلم بكرا عن الاكتئاب وعلاج جديد لمرضى الاكتئاب وبعد كده ختموها ميسك مع فضيلة الشيخ دكتور سالم عبد الجليل وتفسير القرآن الكريم برابة النهاردة البكرة مصر بلدنا تبقى بحسن حال ونشوف مصر أم الدنيا وقد الدنيا شكرا لكم سلام عليكم عليكم السلام